عقبت لجنة والانضباط التابعة للرابطة المحترفة شباب بلوزداد بمباراة واحدة دون جمهورة بسبب إلقاء أنصاره للألعاب النارية فوق أرضية الميدانة خلال مباراة مولودية البيض كما أوقفت لجنة والانضباط مدافعة أمل الأربعاء أيمن شعراوي لمباراة واحدة بسبب احتجاجاته المتكررة على حكم المباراة أمام شباب قسنطينا مع تغريمه بثلاثة ملايين سنطيما وهي العقوبة ذاتها التي وجهت لسكرتير الفريق أحمد أراغا كما تم توقيف لعب مولودية وهران سايحي عماد لمباراة واحدة وتغريمه بثلاثة ملايين سنطيما بسبب احتجاجاته على حكم مباراة نديه والمضيف أتليتيك بارادو